إذن تمكين الشباب ومنحهم الفرص أصبح واقعاً ملموساً في عهد الرئيس السيسي للمشاركة في رسم وبناء مستقبل دولتهم فمع إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب عام 2016 استطاعت الدولة تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم اعتماداً على فكر جديد يسمح بتمكين الشباب ومنحهم الفرص الكاملة للمشاركة في رسم وبناء مستقبل دولتهم تسير الدولة منذ عام 2014 نحو حلم تأهيل وتدريب قيادات شبابية في القطاعات كافة تمتلك الأدوات اللازمة وتتولى قيادة المستقبل في العام 2017 أصدر الرئيس عبدالفتاح سيسي القرار الجمهوري رقم 434 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ليصبح بذلك الحلم الذي تبلور في عام 2016 من بين توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب حقيقة وواقعاً ملموسة يخرج للنور قيادات شابة تؤمن بوطنها وتسعى لرفعته من خلال اعتماد نظام تعليمي على غرار المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة في ظل تعاون متواصل مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية وضعت الأكاديمية الوطنية للتدريب 13 هدفاً لتأهيل وتدريب الشباب الذين كانوا أساساً لعملها كما شملت الأهداف بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافة القطاعات وتوعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل وتشجيع الفن والإبداع والارتقاء كذلك بالفكر وبالذوق العام برامج متعددة تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتلبي مختلف الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات وشركات الدولية وذلك من خلال تصميم برامج متخصصة وبمنهجية متفردة لمعالجة التحديات التي تواجهها كل جهة من أبرز البرامج البرامج الرئاسية لتدريب شباب في الأكاديمية الوطنية والبرامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وبرامج المؤسسات وبرامج الأفراد والبرامج الدولية وبرامج المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة في مصر لتعد بذلك الشهادات المهنية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بمثابة تكليل رسمي للمهارات المكتسبة والمعرفة التي يتحصل عليها المتدرب من خلال البرامج التدريبية المتعددة والتي تتنوع في تخصصاتها لتغطي كافة المعارف ذات العلاقة بالإدارة والقيادة والتكنولوجيا والتنمية